ثلاث جولات انقضت ورابعة على الأبواب مباحثات مع الجانب الأمريكي توصف بالاستراتيجية حاولت الحكومات في بغداد أن تحي بأنها مفاوضات لغرض ترسيخ مفهوم السيادة والاستقرار عبرها إلا أن شيئا من هذا لم يحدث ولعل انهيار مختلف القطاعات في البلاد سواء الأمنية أو الاقتصادية خير دليل على ذلك وبالتزامن مع الهجمات التي تشنها الميليشيات الولائية على المصالح الأمريكية والبعثات الدبلوماسية في العراق تمارس القوى المقربة من إيران ضغطا متواصلا لحمل الحكومة على التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب كامل القوات الأمريكية في العراق رغبة يراها مراقبون أنها تمثل وجهة نظر إيرانية محظة تريد الانفراد بالمشهد العراقي وتحقيق المزيد من النفوذ والتغول على الرغم من أن الوجود الأمريكي طوال السنوات الماضية لم يحل دون ذلك بل سمح في أحيان كثيرة لهذا النفوذ بالاتساع في ملفات عديدة وزاد استمرار هذه المناورات بين الميليشيات والقوات الأمريكية من اضطراب الوضع الأمني الداخلي إضافة إلى الفساد المستشري والخدمات المتداعية عوامل زادت كلها من حدة هذه الهشاشة لتنعكس طرديا على واقع الاستثمار في العراق في وقت يعرف الجميع حاجة البلد للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتدوير عجلة اقتصاده المثقل بالأزمات المخاطر المتصاعدة على رئيس المال العربي والأجنبي في العراق دفع العديد من الشركات الاستثمارية العبلاقة للهجرة بالتزامن مع فوضى أمنية امتدت تداعياتها لتصل إلى مدينة أربيل لتغدو البيئة العراقية طاردة للاستثمار وكل أنواع الاستقرار بسبب العبث الذي تمارسه ميليشيات مسلحة تمتلك غطاء سياسيا تخدم من خلاله الأجندة الإيرانية التي استباحت العراق وتريد احتكار اقتصاده كما احتكرت قراره السياسي